بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه في مبدأ كل أمر ومنتهى لماذا سؤال العفو في ليلة القطر تروي الصديقة بنت الصديق الحصان الرزان أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القطر ما أقول فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا فيه حظ ونصيب من اسم الله العفو وأن ينظر الإنسان منا إلى أن يعامله الله جل وعلا بميزان العفو خير من أن ينتظر أن يعامله بميزان العدل ولذا أكثروا من دعائكم اللهم عاملنا بميزان عفوك ولا تعاملنا بميزان عدلك قال ابن رجب أهل الله يعبدون الله تبارك وتعالى ويكثرون من الأعمال الصالحة والصيام والقيام ولا ينظرون إلى ليلة القطر لكنهم يعودون إلى الله جل وعلا يسألونه العفو وينظرون إلى أنفسهم نظرة المقصر المذنب الذليل الذي يقف على باب الله وقال يحيى بن معاذ ليس بعارف من يقبل على الله تبارك وتعالى ولا يسأله العفو انظر إلى العفو في القرآن الكريم تجد أن الله تبارك وتعالى قد أخرجه من الميزان قال أمن عفى وأصلح فأجره على الله ولم يحد للأجر وقال لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون فباب المغفرة وباب الرحمة خير مما يجمع الإنسان وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أشر إلى أمته لا يدخل أحدكم الجنة بعمله قيل ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته ينظر إلى باب الرحمة عفى بمعنى محى أما غفر بمعنى غطى أو ستر فلم يقل لها قولي اللهم اغفر لي ولكن قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني كأنه بهذا الدعاء يمحو ما كان من خطايا وذنوب ويستصغر نفسه سيدنا أبي يزيد البستامي رضي الله عنه قال رأيت الله جل وعلا في المنام فقال يا أبا يزيد خل نفسك وتعالى ففي طلب العفو بعد عن النظر إلى النفس وترك للنفس وترك الإنسان على أنه شيء ولكن يقدم نفسه لربه على أنه لا شيء يطلب من الله العفو والرحمة والمغفرة أجمل دروس العفو كانت في قصة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما كانت حادثة الإفك وخاض في عرضها وفي حقها مصطح ابن أثاثة وكان الصديق ينفق على هذا الرجل إنفاقا كثيرا وخاض في عرض ابنته وقال في حقها ما ليس فيها فلما علم الصديق منع عنه العطاء فأنزل الله تبارك وتعالى قرآنا يتلى ولا يأتلئ للفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربة والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم انظر وليعفوا وكأنه يقول امسح ما كان منه من خطيئة فهذا طلب العفو من الله العفو اطلب منه العفو وقل اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفوا عنا احرصوا على أن تكونوا من أهل القرآن احرصوا على طلب العفو واعفوا عمن ظلمك ولكن بعد أن تقدر وبعد أن تكون من أهل القوة والعطاء كن من أهل العفو فمن عفى وأصلح فأجره على الله العفو مرتبط بالصلاح وبالإصلاح وعفو الله مرتبط بالإخلاص وبالنية الصادقة وبالسريرة النقية وبالنفس الراقية وبالإنسان الذي يمتلك الفروسية في روحه والنبل في أخلاقه ولذلك أقبل على ربك بكل هذه الأشياء وقل اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا اللهم عاملنا بميزان عفوك ولا تعاملنا بميزان عدلك اللهم اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء وتقبل منا واقبلنا وأدخلنا الجنة بغير حساب ولا عتاب ولا سابقة عذاب اللهم يا عالم السر منا لا تكشف السطر عنا وعافنا وعفو عنا وكن لنا حيث كنا يا رب المشعر الحرام ورب الركن والمقام أبلغ حبيبك المصطفى منا ومن ذوينا السلام يا عالم لا يعلم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم